أفاد تقرير فلسطيني رسمي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستطان أن حكومة الاحتلال تمعن في انتهاكاتها وتتوسع في سياسة هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم بشكل كبير منذ مطلع العام الحالي وبين التقرير أن شرائم هدم مساكن الفلسطينيين زادت إلى أكثر من الضعفين مقارنة بعام 2015 المنصرم حيث تقوم سلطات الاحتلال بهدم المساكن تحت ذريعة عدم الحصول على تراخص البناء رغم ثبوت ملكية الأرض قانونيا وتاريخيا ويفيد التقرير أن هدم منازل الفلسطينيين يأتي كعقوبات جماعية ردا على الفعاليات الشبابية التي تحث على مواجهة الاحتلال ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال الأسبوع الفائت فقط قرارين بمصادرة أكثر من 3000 دونوم في بعض القرى الفلسطينية كما أصدرت قرارا مماثلا قبل أكثر من شهر بمصادرة 1500 دونوم جنوبي مدينة أرحة كما وثق التقرير سلسلة انتهاكات تمثلت في تجريف بعض الأراضي واختارات بهدم منشآت زراعية ومساكن في مختلف المحافظات بالضفة الغربية ميدانيا اندلعت مواجهات عنيفة بين شباب فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة عراق بورين جنوبية نابلس بعد اقتحام قوة عسكرية صهيونية للبلدة حيث استمرت المواجهات حتى ساعات الصباح وفي مدينة الخليل تم تشيع جثمان الشهيد رمزي القصراوي البالغ من العمر 26 عاما الذي ارتقى مساء الخميس في حي تلر ميدا صحبة الشهيد الشاب عبد الفتاح الشريف وانطلق موكب التشيع بمشاركة أهالي الخليل وممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية وسطهتافات غاضبة وصيحات التكبير